تعافي العراق وتطوره اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً قد يكون واحداً من أكبر الكوابيس بالنسبة لإيران فانهوض العراق وازدهاره من جديد آخر شيء تنتظره طهران لا سيما بعد التحذيرات الإيرانية من خطورة تطوير البنى التحتية العراقية أو إعادة إحياء قطاعي الزراعة والصناعة عملياً يعد العراق سوقاً مثلى لتوريد وتصريف المنتجات الإيرانية حيث استحوذ على 20% من صادرات إيران لدول العالم خلال العام الماضي بقيمة بلغت 10 مليارات دولار وفقاً لتقارير اقتصادية إيرانية أكثر من 350 منتجاً إيرانياً رئيسياً معظمها رديء الجودة يتم تصديره إلى العراق سنوياً يرافقه غياب معايير السيطرة النوعية وحماية المستهلك كما تعد إيران أحد أبرز مصدري الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العراق محققة بذلك إيرادات بمليارات الدولارات سنوياً رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحياء الإسحاق أعلنها صراحة بأن الدبلوماسية الاقتصادية لبلاده تتمثل باستخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق المكاسب السياسية واستخدام الأدوات السياسية في الوقت نفسه لتحقيق المكاسب الاقتصادية لإيران وهو ما يعكس أهمية العراق اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بالنسبة لطهران وبخلاف ذلك فإن أي محاولة للعراق للاستقلال والاكتفاء تعني خسائر مالية فادحة لإيران فضلاً عن خسارة النفوذ والتحكم والسيطرة أما الاستثمارات الإيرانية فأثرت هي الأخرى سلباً على التنمية في العراق لأسباب منها حصول إيران على امتيازات تجارية سخية مثل عدم خضوعها للقوانين العراقية التي تجبر المستثمرين على تشغيل العراقيين وغيرها من الامتيازات ورغم عدم تحقيق حكومات العراق المتعاقبة أي خطوة ملموسة باتجاه تحسين واقع البلد الاقتصادي والسياسي في ظل فشل وفساد العملية السياسية إلا أن احتمالية عودة العراق للريادة في المنطقة من جديد بعد سنوات من التدهور تظل واحدة من أكبر مخاوف النظام الإيراني